مهم أنت كتبت ذاك اليوم وثرت انتباهي حقيقة تويتر على بتويتر قلت بيها انتهت تلك الدولة العميقة وجاءت محلها دويلات عميقة ابتداء ماذا تقصد؟ نعم يعني الحكومات الأخيرة حكومة سيد عادل وسيد الكارمي رسخت المحاصصة بشكل كبير كانت الدولة العميقة تطلق على الحكومات السابقة انه السلطة في وقتها وبالتحديد دولة القانون شكلت دولة عميقة في كل مواقع الدولة وكلام مستشارين مدراء عمين وسفراء وهذا واقع كانوا موجودين يعني رغم انه كل الكيانات كل الاتلافات كان التحالف الوطني والتوافق والتحالف الكردستاني هس حتى تكون منطقة لازم قاطعك هنا الحكومتين الحكومتان الوحيدتان هي حكومة سيد عبد المهدي وسيد الكاظمي ما بيها وزراء واضحين هما ينتمون المنوا على الأقل هذا ليش الله كان مادري هو الرجل طلع هل أنت تحكين انت؟ لا هو الرجل طلع في حوارة لتجالس به مع مجموعة من الصحفين وقال آني جبت الوزراء هو قال سيد الكاظمي هذا الكلام يعني هس الوزراء اللي موجودين اخي اخي هو قال بالحكومتين زين مو فغل ما مرتبطين بجهات معرف انت شنو تقول انت مراقب باللجنة مختصة بمراقبة لدى الحكومة اولا انت تعرف كل زين زين والمواطن العراقي يعرف كل زين اكو اكذوبة الوزراء التكنقراط جاب الوزراء التكنقراط ومدراء المكاتب هم يديرون الوزراء لجهات سياسية معروفة واجت اكذوبة الوزراء المهنيين اللي اختاروهم من الوزارات وايضا يدار هؤلاء الوزراء من قبل كتل سياسية معروفة والشعب بيعروفها نزيدنا وين على الدولة الاخرى زين المستشارين من الوكلاء ووصولا لمدراء العامين انت يا يوم اذا ما ينزل لك امر ديواني وكيل مدير عام وكيل مدير عام اكوفت يوم ما شفت الواتساب ما يجيك امر ديواني يوميا صحيح وسكوت لا بل وصل الامر ان بعضهم معروفين سياسيا هستمني داول بعضهم معروفين فهذه الحكومة هذه الحكومة رسخت المحاصصة وقضت على كل الكفاءات العراقية اللي موجودة في الوزارات والله لو اتحدث لك عن هيئات وعن دوائر وعن وزارات موظفين من دول خبرة والاختصاص والنزاهة يبتون دم لانه مسؤوليهم ما يفقهون شيء في دوائر وفي عملهم فتجيين يتقل لي حزب جاب وخلى طبعا زين احنا من يضمن ان هاي الدولة صارت دويلات ما راح السر كانتونات بالمرة الجاية ما هو النظام يفساء ما اردى برر رئيس الوزراء بس بالاخير اي رئيس وزراء غيره مضطر يجامل الكتلة ده تجربة محمد توفيق علاوي لما انقال انا جيت بتكليف ورايح باتجاهها ما طبوا للبرلمان ولا صوتوا له اليوم محمد الشاع السوداني وزير يضطر يقعد مع القوى ويسمع طلباتهم ويلبيها ويجي شكل النظام محمد الشاع السوداني في حكومتين لم اخضع لأي كتلة سياسية بما فيها كتلتي في تعيين مدير عام او ترشيح وكيل والوزارات اللي اشتغل بيه يسمعوني كل الوزارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر